وأول سؤال وصل لنا بيقول أنا زوجي بيلعب لعبة عبارة عن أكاونت بيشتريه وبيلعب عليه واللعبة عبارة عن وحوش بيقتلها وبتقع من الوحوش أشياء وهو بيجمعها وبيبيعها في منصة خاصة باللعب وبيحولها لفلوس هو بيقول مش فيها قمار هل الفلوس دي حلال أم حرام برجاء الرد وبيقض عليها عدد ساعات معينة هو اللعبة بتبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنه هو بيلعب وبيواجه وحوش وبيقع منه لما بيقتل وحوش دي بيقع عملات وبيجمع العملات دي ثم بعد ذلك بتتحول العملات دي إلى كثير من بتتحول العملات دي بعد كده أو بتحول لحاجات اللي بيشأ سيوف أو دروع بتحول بعد كده إلى عملات ممكن بعد كده يأخذها كفلوس نقدية تتحول في حسابه عن طريق الأكاونت بتاعه الألعاب دي كلها بتأتي من فكرة أساسية هي فكرة إيه؟ فكرة الصدام وفكرة أن أنت بتقابل وحوش خليني بس أقول لكم في سيكولوجيا إلي إحنا لما قعدنا وقعدنا حللنا ودرسنا ده في عدد من مراكز الأبحاث وعدد من الدراسات اللي بتتكلم عن مثل هذه الألعاب إيه اللي بيحصل في الألعاب دي؟ الألعاب دي بتورر في أثناء الألعاب دي حاجات كتيرة في غاية السوق إحنا لو نتكلم على إن شخص بيلعب ثم بعد ذلك يكافأ ويحصل على الأموال دي لو نظرنا بالنظرة المجردة دي إنه بناء على اللي هو عمله وبذله أخذ أموال والأموال دي بتكون على سبيل العطية وإن هي دي جعالة فدي جعالة وخلاص ويبقى الأموال ده حلال صح التفكير بالطريقة دي البسيطة هيخلي الأموال دي عبارة عن إيه؟ أموال حلال لكن أنا عندي مشكلة بقى أساسية تانية إيه المشكلة الأساسية التانية؟ لو كانت المسألة بهذه الطريقة هو ما ينفعش إنه هو في الدور الواحد يوقف اللعبة ويرجع تاني فيه ألعاب ما ينفعش لازم يخلص الدور ده كله لأنه لو خرج بيبتدي من جديد فإيه اللي يحصل؟ فهو لازم على الأقل مثلا يوعد أربع خمس ساعات لغاية ما يقفل ويحصل على المكافأة بتاعته فإيه اللي يحصل؟ أول حاجة إن الألعاب اللي بالطريقة دي بتصيب العقل بشوية حاجات أول حاجة تصيب العقل بخلل فيما يتعلق بما يعنيه يعني ينسى هو موجود في الحاليه ويتحول العقل إلى سفساف الأمور وتافه الأمور ولابد إن إحنا نربط بخط نازم اللي بيحصل ده في الألعاب دي بالناس اللي بيطلعوا يعملوا أي حاجة على التكتوك عشان يحصلوا على فلوس فبقت القضية إن إحنا نحصلوا على فلوس مهما كنا تفيين مهما كنا بنعمل أي حاجة يعني مثلا لو سألنا الناس وإنت بتلعب اللعبة دي بتحصل إيه يقعد يتمحى الكلام إنه هو بتعلم التفكير الاستراتيجي عشان إزاي هيقدر يخطط عشان يقتل الوحوش دول كلام صعب قوي لما تروح تاخد بدل من أنت قاعد كده كورس في التفكير الاستراتيجي أو تتعلم التفكير الاستراتيجي أو تقرأ كتاب في التفكير الاستراتيجي على الأل أنت لما تقرأ الكتاب عقلك بيتتسع وإنت قاعد قدام اللعبة دي عقلك بيضيق لأن أنت عندك مسارات اللي محددة واضع اللعبة دي فهو قاصد إنه هو تمشي في المسارات بتاعت اللعبة دي فأنت ما بتفكرش أنت متصور إن أنت بتفكر أنت بتمشي في المسارات اللي رسمها واضع اللعبة دي انت متفكرش في الحقيقة كثير من الناس كثير من اولادنا يقول لا ده احنا بنفكر وبيوسع طريقتنا الحقيقة يعني الدراسات بتقول ان الزكاة الانسان بينخفض بمقدار دا يممتو في المنكوس امام هذه الالعاب امام هذه الالعاب فيبقى اول حاجة هونك ضرر على العقل بشكل كبير جدا 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 على العقل الانسان هناك ضرر كمان على وجدان الانسان ايه ضرر ان هو يحس ان الحياة من غير ما بيشعر دا بيدخل في شعور العمق ان الحياة متوحشة ان الحياة شرثة شرثة الحياة اللي هي ايه اللي هي نعمة ربنا فحس ان الحياة دي عبارة عن غابة وعبارة عن وحوش وانا ادخل الحياة لابد ان انا اتعامل مع هؤلاء الوحوش فبيزيد في نفسية الشخص دا حبه للصراع والصدام في بحث لسه ما تمش بس في ابحث شبه دا حدثت في كثير من مراكز الابحث قدي ايه الشخص اللي بيلعب الالعاب دي بيبقى التنفسية بتاعته تنفسية شرثة مع زملائه في العمل او في حياته العادية لان هو تعود على مش على منافسة تعود على قتال الوحوش فهو من غير ما يدري في شعور العماق لما حد بيحاول يتعدى عليه او حاول يهدده بيطلع نفسية مقاتل الوحوش فيشيطن اللي قدامه او يتعامل معه على انه وحش ولذلك دا اللي خلى الجرائم في الاوقات اللي احنا فيها دي تبقى جرائم بشعة بالصورة لم نكن نتصورها من قبل ليه؟ لان اصبح الناس بيتعاملوا وهما بيعملوا وحوش مش بيعملوا بنا ادمين هو مش عارف دا ان دا جاي في شعور الاعماق فبيطلع فهو بيتعامل بوحوش انا بكلم حضيك عن كل الدراسات اللي موجودة في مراكز العب حاس فهو بيتعامل على انه بتعامل مع وحوش وساعات بتيجي بداية الفكرة ان اذا كنت انا قدرت اتعامل مع الوحوش وكتير من الناس من اللي بيروحوا يلعبوا الالعاب دي بيبقى رايح للالعاب دي عشان يزداد ثقة بنفسه ويواجه المخاطر فبيرجع الى الحياة بنفسية التعامل مع الوحوش وكأنه النفس بتقوله دا انت غلبت الوحوش في اللعبة مش هتقدر تغلب الوحوش اللي قدامك دولة في الحياة انت مالك عققتك كده انا عققتش دنيا اللي بيقول لحضراتكم اللي بيحصل واذا مكنتوش اعودوا شوية واسمعوا من اولادكم اللي بيحصل والولد عايجي بيقولك ببساطة خلاص انا بلعب بس ايه اللي حاصل لما تيجي تقعد بقى معاه وتخليه يحكي عتلاقيه بيحكي على ان الحياة تلاقيه بيحكي حاجات كده على ان الحياة صعبة على ان الحياة قاسية على ان اه دا وحوش شغل وحوش ونزاك ايه اللي حصل لما الناس طلع في التطرف وفي الارهاب مصطلح ادارة التوحش الناس قابلت دا لان في الحقيقة في حاجة اسمها صناعة التوحش في الحياة كلها طب صناعة التوحش تحصل ازاي بمثل هذه الالعاب فيخرج الناس وحوش والناس بتقاتل وحوش وعادي جدا انه شيطان انسان او اجعله وحشا فاواجه حتى في تعبيرات الناس حتى بس تعرفوا ان احنا قاعدين بنحلل بدق حتى لما ييجي مثلا واحد يقولك ان احنا بدأت المخاطر تزيد او بدأنا نتعامل مع حاجة مستوى اعلى يقولك ايه دا احنا وصلنا لليفل الوحش يعني ايه يعني لما تروح مثلا في انترفيو واعتقابل اللجنة الاخيرة فانت بتقابل الوحش او لما تيجي تتخانق مع زوجتك والخناقة تزيد فانت وصلت الليفل الوحش فانت بتتخانق مع الوحش او هي بتتخانق مع جزء او بتناقش مع جزء فهي دلوقتي وصلت لايه للقاء الوحش فبقى مفردات التوحش موجودة في حياتنا انا عايز اقول ايه ببساطة خالص احنا ما ينفعش ان احنا نتعامل مع مثل هذه الالعاب بتفاه خالص احنا لازم نتعامل مع الحاجات دي بعقل وبروية بس هو في الحقيقة مش هينفع نحكي كل اللي احنا حكيناه لأولادنا او اللي حكيناه دوت للناس نحكي لهم كل الفلسفة دي لكن احنا لازم نعتبره وانحنا بنفتي وعشان كده انا وان كنت قلت ان الفلوس اللي هو لعبها في دي مش لازم يعني عشان يبقى حرام تبقى امار لكن ممكن تبقى حرام او تبقى ممنوعة لان ده بيدمر الحياة وفيها اضاعة للوقت فهو يقول لي عالي ان انا عملته ده مش جلب علي منفعة الفلوس اللي انا خدتها ما انا قلتلك من اول لو انمشي على الكلام المجرد من هذه المعاني انت عملت عمل واخست عليك وعالى فهيبقى جائز ان انت تاخد المأموال دي لكن اذا نظرنا الى ما يتم من مساوء في نفسك فانا اكره ان الانسان ان يلعب هذه اللعبة لكن لا استطيع ان انا اجرأ ان انا اقول له لو حصل مالا من ده ان المال ده تبقى حرام لانه هو ما فيش رهان ده فيه مراحل والمراحل دي بياخد عليها بتتحول اللي بيحصله في المراحل دي الامال فانا ارى ذلك اقل ما يقال فيه بسبب كل اللي انا قلت ده ان هذا ان مثل هذا اللعب ما ينبغي ان يكون محزورا يعني قد يكون مكروها او قد يكون حراما للازى النفسي والازى الاخلاقي اللي بيحصل اللي بيلعب الالعاب دي وخاصة لو نظرنا الى شيء مهم جدا 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 وهو ما يساء وهو ماذا وهو اضاعة الوقت اصعي انت ممكن تحصل اموال بس ممكن ما تحصلش حاجة فضيع وقت ويأتي هنا سؤال هل سيظل المقوس بالساعات امام الالعاب لساعات طويلة مع ان الانسان بيفقد حلمه وبيفقد رؤيته وبيفقد ده مقوس الانسان ساعات طويلة امام هذه الالعاب هل ستظل هذه الالعاب بشكل من اشكال الله والمباح انا لا اراه الا وهو يدخل في الله والمحذور الله والمحذور مش لازم يكون الله والمحذور الحذر بيجي منين بيجي من ان حاجة بتوصلنا الى الفحشة لكن ممكن توصلنا الى سواد الحياة وتدمرها وفساد الاخلاق والقيم ولذلك انا ارى ان الحياة ان الالعاب دي بهذا بهذا المسؤول عنه تليق بان تكون محذورة وليست مباحة